اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان العلاقات الاخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تحظى باهتمام ورعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة واخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله نعم مشيرا الى همية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات والدفع بأوجه التعاون بين البحرين والامارات على كافة الاصعدة نحو مستويات اكثر تميزا بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سمو يحفظه الله على همشي قمة مبادرة الشرق الاوسط الأخضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور معالي الشيخ سلمان بن الخليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية حيث نوه سموه بالمستويات المتقدمة من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجلات بما فيها الاقتصادي والمالي وأهمية موصلة خلق الفرص النوعية الواعدة في المجالات الاستثمارية بما يصب في دعم نمو مسارات التنمية بكافة قطاعاتها بما يحقق الأهداف المنشودة خلال اللقاء جرت تطرق إلى مخرجات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وأهميتها في تحقيق تطلعات الوصول للأمن المناخي الذي يعود بأثره على خير ونماء المنطقة من جانبه أعرب سموه نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس روزراء وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن شكر وتقديره لصاحب السموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس روزراء على ما يبده من حرص لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهم الشغيقين في مختلف المجالات مما يخدم تعزيز المصالح المشتركة